اشتركوا في القناة أباها من البدر المنير وأحسن يا من تخيره الإله لخلقه شمساً ونجماً ونوراً غسانا يا من على باب الجنان أول من مثله من عرش الله قد تنا الله 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 يا رسول الله الله يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل محمداً صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وجعله مثلاً كاملاً لنعاملين بمنهج الله وأسوة حسة للمؤمنين وحجة على خلق أجمعين الصلاة والسلام على عظيم الدنيا والآخرة محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأسكى التسليم وعلى آلي وأصحابي ومن اتبع سنته إلى يوم الدين على فكرة يعني سبحان الله من أول مدخلة الإنسان في الأرض وربنا سبحانه وتعالى جعلوا في صراع دائم مبين قيم الخير وقيم الشر ده سنة الله في الكون جعلوا مخير يختار الطريق بنفسه وربنا سبحانه وتعالى ما سابوش كده لا ده أرسل الأنبياء والمرسلين كل فترة والتانية عشان ينبههم ويحذرهم وقبل ما ينبههم ويحذرهم يبشرهم فالإنسان كل شوية لازم يقوم سلوكه ويفتكر كويس قوي أنه إيه وظفته في الأرض أنه هو بيعبد الله سبحانه وتعالى وكل ما بيزيد قيم الخير عند أصحاب الفترة السليمة كل ما أصحاب الضلال وأصحاب الهوى بيزيد حربهم ليهم ما بالكم بقى الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب دعوة الحق الحرب كانت عليه جديدة ازاي المشركين في قريش كانوا بيحربوه بكل الوسائل وبكل الطرق علشان يصدوا عن سبيل الله فأطلقوا عليه الكذاب وهو الصادق الأمين هم نفسهم اللي أطلقوا عليه الصادق الأمين من شدة أمانته كانوا بيسيبوا كل حاجة عنده وهم متأكدين إنه هيرجعوا تاني يستردوا حاجتهم مظبوطة ميا ميا لا شوفوا كمان عملوا إيه معاه مش بس أطلقوا عليه إنه الكذاب لا أطلقوا عليه كمان شاعر مجنون كاهن فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كيب وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون وما بقول كاهن قليلا ما تذكرون مجنون راح المكابر الوليد بن المغيرة يسمع القرآن وعرف إنه الحق وامتدح القرآن سيدة قريش سمعوا كده جريوا على بن المغيرة قاعد يجادلهم قال لهم أنتوا بتقولوا على محمد إنه مجنون ليه شفتوه إنه مثلا خنق قطة وبتقولوا عليه كاهن ليه شفتوه بيعمل زي الكاهنة وقلتوا عليه شاعر وأنتم عارفين كويس إن أنا أعلم بالشاعر منكم وهو 43 سنة ما نطقش أبدا بالشاعر بتقولوا عليه إنه كاذب وما هو بكاذب كل ما يقولهم حاجة يقولوا لا 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 اتلجم أبو جاهل وقال آه ابن المغيرة هيتبع محمد ولو ابن المغيرة تبع محمد يبقى كل الناس هتتبع محمد ليه لأن الوليد كان غني جدا 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 زي ما بنقول دلوقتي مثلا ملياردير وطبعا صاحب نفوذ وقوة وعلم وصاحب شعر فإذا اتبع محمد كل الناس هتتبعوا اتخضوا قالوا له طيب إيه العمل هنقول إيه عن محمد فكر كده وحاب يجيب فكرة قوية عشان يصد عن دين محمد فقال لهم قولوا عليه ساحر قالوا ساحر قال لهم آه أنتو مش بتشوفوا أنه كلامه بيفرق بين الرجل وأهله ومواليه وبيقوم بالسحر يبقى ساحر وما هو إلا سحر يؤثر شوفوا خلي بالكم وما هو إلا سحر يؤثر فأطلقوا عليه ساحر علشان ما حدش يدخل في دين محمد كلمة ساحر تخوف ما يسمعوش من الأول يجروا الوليد بن المغيرة كان اسمه وحيد أو الوحيد ليه؟ لأنه كان غني جدا 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 وصاحب نفوز وعنده علم ومن سادة قريش كان يعني سادة قريش يقوموا يأكلوا الحجاج أو يطعموا الحجاج في سنة والوليد لوحده يطعم الحجاج السنة اللي بعدها شوفتوا خلي بالكم قد إيه كان غني لما الوليد عرف الحق جحد جحد الحق وقال معقولة أينزلوا على محمد وأترك وأنا سيد قريش خلي بالكم الموضوع هنا اتقلب بقى إيه؟ اش معنى هو؟ مش أنا ليه ينزل عليه؟ ما ينزلش علي أنا أنا صاحب الجاه وصاحب النفوز وصاحب العلم وصاحب كل شيء يروح لمحمد وأنا لأه فطبعا هنا جحد ونكر الحق وضل الناس بكلمة ساحر فطبعا الله سبحانه وتعالى لعنوا في القرآن عدة مرات ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أنا زيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واتكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر شوفوا الوليد بن المغيرة استخدم ثقافته وعلمه وجاهه وسلطته وماله وأفكاره عشان يصد عن سبيل الله يطلع إشاعة على الرسول صلى الله عليه وسلم ويصد بها عن سبيل الله زي ما بيحصل دلوقتي تقريبا كده إن الإعلام الغربي بيشوه سلط الرسول صلى الله عليه وسلم برضه بيقول عليه إنه الإرهاب الأعظم خلي بالكم كل حاجة بتستخدم للصد عن سبيل الله لكن إحنا بقى كمسلمين المفروض نعمل إيه أو نتعلم إيه من الرسول صلى الله وسلم تعالوا نشوف كده رسول صلى الله وسلم والصحابة عملوا إيه وقتها مع الناس اللي ادعت على رسول صلى الله وسلم الدعاء الباطل ده عملوا معهم إيه وإحنا نتعلم منهم هم عملوا إيه عشان نعمل زيهم مع الناس اللي بتدعي الدعاء باطل على رسول صلى الله وسلم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت قدامكم وبعد فكرة الوليد إذن المغيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ساحر أبو لهب ما سبش الرسول صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة كل ما الرسول صلى الله عليه وسلم بيطوف في البيت يقابل وفود الحجاج عشان يدعوهم أبو لهب يقول عليهم ما تسدقوش ده كاذب ده ساحر الناس تخاف منه وتجري فضل وراء الموضوع ده ما سبش الرسول صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة يجي أبو جهل يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم ساجد في الكعبة فيقول أبناء قريش أو شباب قريش مين فيكم يجيب لي أمعاء جمل ميت ويلقي على رأس محمد يقوم أشقى أشقياء القوم اللي هو عقبة ابن أبي معيت يروح يجيب الأمعاء ويلقيه على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم الشريف الرسول صلى الله عليه وسلم يفضل ساجد عشان لو قام كل الأشياء النجسة دي حطوله كله فتيجي أسيدة الظهراء فاطمة الظهراء بنته وهي صغيرة جدا تروح تشيل بأديها إلا على رأس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتبكي فيقول لها صلى الله عليه وسلم يا بنيتي لا تحزن إن الله ناصر أباكي إن الله ناصر أباكي شوفوا شوفوا الثقة في الله عز وجل شوفوا الثقة قد إيه في الله عز وجل إن الله سبحانه وتعالى حينصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومرة تانية جيه الشقي الملعون عقبة ابن أبي معايت برم ردائه وجيه كده من ورى رسول صلى الله عليه وسلم وخنق رقابته قاعد يشد الرداء والرسول صلى الله عليه وسلم يتخنق يشد الرداء والرسول صلى الله عليه وسلم يتخنق لحد منهارت قوته ونزل على رقبته الشريفة وعينه برزت لبرة جيه سيدنا أبو بكر شد عقبة ابن أبي معايت وقال له قريش كلهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات وتتكرر المحاولات مرة يرمو شوك والرسول صلى الله عليه وسلم ماشي مرة يرمو فوش الشريف أف التراب كل ده بيحصل للرسول عليه الصلاة والسلام وعم أبو طالب بيحميه بالتدبير من الله سبحانه وتعالى طب ما بالكم بقى بالمسلمين الضعفاء اللي ملهمش حد بيدوقوا ويلات العذاب اللي بيقتلوه واللي بيقطعوه واللي بيعموه واللي بيحرقوه واللي بيكسروا عظامه يعني على فكرة التاريخ بيعيد نفسه لما فيه مسلمين كانوا دعفاء بقى فيه دلوقتي مسلمين دعفاء وبيحصل فينا برضو اللي كان بيحصل فيهم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتَ قَدَامَكُمْ أعداء الله كانوا بيحاولوا بكل جهدهم أنهم يخلصوا على القلة القليلة من المسلمين الضعفاء عشان يوئدوا الإسلام في مهده لكن المسلمين الأوائل صبروا وتحملوا كل ألوان العذاب ده أول شهيد في الإسلام كانت امرأة السيدة سمية رضي الله عنها وأرضاها وفي الآخر طعامها أبو جهل في فرجها شوفوا يعني اتحملت أشد العذاب ما يتحملوش رجال عشان إيه؟ عشان الإسلام عشان دين الحق طبعا كفار قريش اتغلبوا جدا مع المسلمين كل العذاب ده وهم ما بيفرطوش في شيء أبدا من إسلامهم وما بيرتدوش وما بيرجعوش لدين أباهم دول لا طلبين جاه ولا مال ولا سيطرة ولا أي حاجة ألا إيه الموضوع؟ فين بقى اللي بيقولوا إن الإسلام انتشر بحد السيف ما يجوا يبصوا كده للمسلمين الأوائل اللي تعذبوا هو كان فيهم حد عنده قوة ده لكن كلهم ضعفاء من الموالي ومن العبيد كانوا قلة قليلة جدا ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان لوحده لوحده بيلاقي يعني سيدة قريش العتاد اللي معاهم فلوس ومعاهم مال ومعاهم أسلحة ومعاهم جيش لوحده صلى الله عليه وسلم ومع القلة القليلة من المسلمين الضعفاء فين بقى انتشر بحد السيف؟ يا أصحاب العقول يا اللي بتبداعوا الإسلام مش في حقيقته قولوا لي مين اللي تعذب؟ المسلمين الأوائل؟ ولا القريش اللي قاعد التعذب في المسلمين؟ لا مش بس كده ده كمان قريش حصرة المسلمين 3 سنين في شعب أبي طالب من غير لا مية ولا أكل يعني أشد من الحصار الاقتصادي اللي بتفرد علينا دلوقتي مزبوط ولا مش مزبوط؟ التاريخ بيعيد نفسه كل ما المسلمين بيضعفوا كل ما بتقوى شوكة الأعداء بيحاولوا يبعدونا عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة إنه ما يهجروا فين؟ للحبشة لأن فيه هناك النجاشي ملك عادل أخلاقه أخلاق كريمة وكمان هو من أهل الكتاب ويجي العام العاشر من البعثة عم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو طالب يموت يموت السند القوي اللي بيسند الرسول صلى الله عليه وسلم من إزاء خريش له جسدياً وبعد خمسين يوم من وفاة عمه أبو طالب بتطلع روح السيدة خديجة إلى بارئها ويسمي الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العام بعام الحزن طبعاً السيدة خديجة كانت هي الملاز والسند النفسي للرسول صلى الله عليه وسلم كانت بتخفف عنه الأزاء اللي بيزو قومه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمني من نوله ما تولى ونصله جهنم نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً الرسول صلى الله عليه وسلم بيستمر في دعوته قريش بتصدع في الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موت عمه والسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها الرسول صلى الله عليه وسلم بيسافر للطائف بيسافر على قدميه الشريفة علشان قريش ما تاخدش بالها إن الرسول صلى الله عليه وسلم قاسد صفر راح للطائف ليه عشان يدعوهم بالإسلام وينصروا على قريش يحموهم القريش مشي صلى الله عليه وسلم تسعين كيلو على قدميه الشريفة وكان معا سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه لما وصل للطائف بعد الجهد الجهيد اللي هو بزله عشان يوصل للطائف ما استريحش لا على طول راح على سادة الطائف كانوا ثلاثة إخوة دعاهم للإسلام واستنصرهم على قريش الأول قال له أنا مستعد أنزع ستائر الكعبة وارمي عنها ولا أسدأك والتاني قال له مستهزئا ألم يجد الله غيرك يرسله والتالي قال له إما أن تكون نبي ورسول فأنت أعظم من أن أكلمك أو تكون بتجذب على الله فلا أستطيع أن أكلمك يعني كده كده أنا مش هسمع لك الثلاثة ما أمنوش بالرسول صلى الله عليه وسلم حزن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم طيب ما تجيبوش سيرة لقريش طبعا قالوا له لا أحنا هنقول لقريش ودده لصفهاءهم وعبدهم وقالوا لهم اقذفوه بأفضع شتائم ورموه بالحجارة جر الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيدنا زايد والصفهاء بيرموه بالحجارة وبيغذفوه بالشتائم سيدنا زايد خد الرسول صلى الله عليه وسلم كده بنزراعه عشان يبقى درع بشري يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم لكن طبعا الحجارة جات في رأس سيدنا زايد انفجر الدماء من رأس سيدنا زايد وكمان انفجر الدماء من قدم الرسول صلى الله عليه وسلم الشريفتين محمد حبيب الله وبعدها لجأ الرسول صلى الله عليه وسلم لبستان عشان يحتمي من القوم وياخد نفسه مر عليه شريط الاحداث ثلاث سنين حصار موت ابو طالب ووفاة السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها تجذيب قريش له ومحربتهم ليه الصحابة تحت وطأة قريش وبرضو بعض الصحابة مهاجرين الى الحبشة وطبعا يأس من اسلام الطائف فكان عنده حزن جديد وأسى وألام نفسي شديدة فرفع ايده لسماء ودعا الله سبحانه وتعالى بدعاء بيمسينا احنا كمسلمين دلوقتي في حالنا ده في حالة ضعفنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إليك أشهد ضعف قوتي وقلك حلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المصبعفين وأنت ربي إلى من تكيلني إلى بعيد من يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أوسعني أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح علي أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطتك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك كل ده بيحصل للرسول صلى الله عليه وسلم وبيلجأ لمين؟ لله الواحد الأحد الرسول قدوتنا لازم لما يحصل لنا ابتلاء دي حكمة من الله سبحانه وتعالى نلجأ لله سبحانه وتعالى ونستعين بيه طيب لما لجأ الرسول صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى أرسل سيدنا جبريل ومعه ملك الجبال سيدنا جبريل قال للرسول صلى الله عليه وسلم قال له الله أرسل معي ملك الجبال فملك الجبال قال له مرني يا رسول الله إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين الأخشبين ده جبالين كان الطائف بينهم يعني الجبلين حوالين الطائف الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه قال له طبق عليهم الأخشبين لا قال له عسى الله أن يبعث من أصلابهم من يعبد الله ولا يشهده أحدا الله يا رسول الله فعلا ربنا سبحانه وتعالى أرسله رحمة للعالمين فين بقى أن انتشر الإسلام بحد السيف فين الكلام ده أبدا من الله ده ربنا سبحانه وتعالى أرسله رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون شفتوا الرسول صلى الله عليه وسلم اتحمل قد إيه عشان يوصل لنا إحنا الدين ويوصل للأجيال جيل وراجيل وراجيل لحد أحفادنا وأولادنا علينا إحنا بقى نحافظ على الدين وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونوصله للأجيال اللي جاية اللهم اجمع بيننا وبينه في الآخرة كما آمنا به ولم نرى اللهم اجعل الدنيا تعرفا على سنته واتباعا له ولدينك من خلاله اللهم انك قائل لنبيك العظيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وياسل لكم ذنوبكم فأحبنا يا الله بحبه وفقنا أن نتبعو حق اتباعك آمين يا رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين وعلى حب الرسول صلى الله عليه وسلم نلتقي مع محمد عظيم الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة